اشتركوا في القناة من اوائل الناس اللي بتعمل حكايات كانت قناتها اسمها حكايات سندريلا بتغيب وتغيب وترجع بالجديد عندها روايات زي احبابته مجنونة والشيخ يقع في حب فتاة التيك توك والصعيدي تجاوز بنت البندر رواية النهاردة بقى عندها عبارة عن عشر حلقات اسمها المطلقة والصعيدي العاشق رواية احداثها جميلة جدا يلا بقى هستنى انكم تشتركوا في قناتها واتتابعوا الرواية الجديدة الصعيدي اللي عندها الصعيدي اللي بتحبوه وتشجعوها لانها تستاهل هسيب لكم اللينك في اول تعليق مسبت وما تنسوش انكم تقولوا انكم جايين من عند قصة مع فنجان قهوة ويلا بينا نشوف حلقتنا النهاردة هيحصل فيها ايه بعد كم يوم في قصر الزهيري فاطمة كانت قاعدة في مكتب اسماعيل اللي كان ساكت وهو بيفكر في اللي حصل وخصوصا ان عاصم طلب ان يقابله فاطمة قالت بحذر نوي على ايه يا عمي تفتكر عاصم عايز مننا ايه تاني وليه طالب يقابلنا مش عارف يا فاطمة بس اللي متأكد منه ان عاصم مش سهل وبعض اللي حصل ده اكيد هو نوي على حاجة تفتكر علاقته هو وفجرة تحسنت وهي حكيت له الحقيقة ده اكيد يا عمي وخصوصا ان جيجي بلغتك انه خدها وسافر وانه عرف انها حامل يعني اكيد علاقته بيها تحسنت جدا واكيد عرف الحقيقة كلها طب ما تيجي نكلم جيجي ونفهم منها هو نوي على ايه جيجي مش مصدر ثقة هي لو كانت صربت لنا معلومة فدل انها كانت عاوزة تخلص من فجر ويخلالها المكان مع عاصم وبعدين انا حاولت اكلمها لكن ما رضتش بعد اللي عمله حسن وخطفوا له اللي رجالته عمله فيه ما ينفعش يعدي كده اسماعيل بصلها بغضب وتكلم بحدة وهو حد قال الشملول ابنك يروح لعاصم يقول له الكلام العبيد ده وانت بزكائك الخارق رايح تقولي له عن الوحمة اللي في ظهرها فكرك لما عاصم يسمع الكلام ده عن مراته هيعمل ايه ما هو كان لازم يعمل معاه كده علشان كده انا ما خدتش رد فعلا مع عاصم وهنفضل سكتين كده كتير يا عمي صدقني عاصم ما ينفعش يفضل عايش اكتر من كده هيفضل يكوش على كل حاجة ما تقلقش انا عارف بعمل ايه طب انا هطلع قطي عن اذنك قالت جملتها بديء وطلعت قضيتها وكان عقلها مشغول بفجر وعاصم راحت ناحية الدولاب وطلعت صندوق مجوهرات مسكت صورة قديمة الهدير وملف فيه ورق ثابته على السرير وبدأ التقلب في المجوهرات لحد ما مسكت عقد بسيط من اللولي غمضت عينيها وافتكرت ذكرى قديمة لها مع هدير قبل وفاتها بشهر فلاشباك فاطمة كانت عرفت المكان اللي هدير قعد فيه مع عثمان في اسكندرية وعرفت ان عندها بنت قررت تروح لها من غير ما حد يعرف من عيلتها كانت واقفة قدام باب شقة صغيرة وهي مترددة تخبط وفكرت انها تكلم والدها وعمها وتعرفهم المكان وهم يتصرفوا معاه لكن خدت الخطوة وخبطت على الباب وبعد لحظات الباب تفتح وخرجت هدير اللي كانت زي الامر ونسخة من فجر كانت لبسة مريالة مطبخ هدير قول ما شافت فاطمة اتوترت وخافت خافت ان باباها يكون عرف مكانها لكن ابتسمت وحضنتها وحشتين يا فاطمة وحشتين يا قوي تعالي دخلي دخلت فاطمة وهدير قفلت الباب وراها مش خايفة كون عرفت بابا وعمي عنوانك اكيد خايفة بس قلبي بيقول لي انك متعمليش كده في اختك صحيح حسن عامل ايه لسه شقي اظن دلوقتي با عنده عشر سنين فات سنتين من وقت ما هربتي هو فعلا عنده عشر سنين وملجوزك فيه مش انتو برضو تجوزتو هدير هزت راسها بالموافقة لكن فاطمة شافت فجر اللي كانت بتحبي على الارض وبتتكلم كلام مش مفهوم هدير قالت بابتسامة انت صحيتي يا شقية اكيد عرفتي ان خلته هنا قالت جملتها وهي بتشيل فجر وبتقرب من فاطمة هي دي بنتك اه فجر شفتي امورة ازاي وعسل فعلا جميلة قوي وشبهك وانت صغيرة كنت دايما جميلة حتى لما كبرتي علشان كده عبد الحميد حبك انت حتى وانا على زمته هدير نزلت فجرة وسبتها تلعب في الارض وبصت لفاطمة تاني يا فاطمة قلتلك الف مرة اني ماليش علاقة بعبد الحميد وانه طول الوقت زي اخويا مش زنب انكو كنت انفصلته وعم اسماعيل كان عاوز يخلينا تجاوزه وانا كنت مستحيل اتجاوز طليق اختي وابو ابنها عمري ما كنت هوافق اني اهرك كده فاطمة بلعت رئها بصعوبة واتكلمت بحزن انت عارفة ان عبد الحميد بيعشائك حتى بعد ما ردني لسه بيفكر فيك حتى بعد ما هربتي وحطتي راسنا في الوحل بيدافع عنك قدامه وانا امراته ما بيعملش كده معايا هدير حسد بالحزن وقربت من فاطمة وطبطبت على كتفها انت لو تشيل الفكرة دي من دماغك يا فاطمة هترتاحي وساعتها هتهتم بجوزك وهو مش هيحب حد قدك وبعدين انت كنت عايزان يعمليه افضل قعدة في القصر لحد ما عم اسماعيل يفضل يزن على باب لحد ما يوافق ان يتجوز طليقك ده مستحيل عمي وعمره مفكر غير في الفلوس وبس ما يهموش ان يوقع بنا لما يخلينا تجوز طليقك هو بس اللي في دماغه ان فلوس العيلة ما تروحش لحد برا بس انا مش عاوزة كل ده انا بحب عثمان جدا وهو بيحبني ولو عليه يجيبلي نجمة من السماء واحنا سبنا لكم كل حاجة انا مش عاوزة فلوس ولا عاوزة اي حاجة يا فاطمة انا بس عاوزة ربي فجر وعثمان كمان ربنا فتحها عليه وهيفتح مكتب محاماة ليه وهيسيب المحامي اللي شغال معاه صدقين احنا مش عاوزين حاجة من فلوس العيلة بس تسبونا نعيش بعيدة عن المشاكل فاطمة بصت لفجر بكره وغيرة لو ما كنتش هربتي كان زمان بنتك دي مكتوبة لحسن ابني هادير بجدية وسخرية قالت لو ما كنتش هربتي يا فاطمة كان زمان فجر هتبقى اخت حسن وكان زمان عمك عمل اللي في دماغه وخلانا اتجاوزه انا ميرضينيش اظلمك ولا شوفك مأهور يا فاطمة ده انت اختي لعديك هربتي وانا رجعت العبد الحميد بس قهرتي دلوقتي اكبر وانا معاه وعارفة انه مش بيحبني وبيحبك انتي وعارفة قد ايه هو نفسه ترجاعي وساعتها هيطلقني تاني لو سمحتك فايا فاطمة انا هربت مخصوص مش علشان حبي لو اسمان انا هربت علشان ما اهركيش واتجاوز ابو ابنك فما تشاينينيش زنب مش بتاعي انا متجاوزة وبحب جوزي وبنتي ومش عاوزة منكم حاجة فاسبونا في حالنا فاطمة بغضب قالت حالكم ايه هو ده حال البيت المعفن اللي جدرانه مشقاقة وعلى الهدوم المهرية اللي اتي لابساها وعيشتك اللي زي الخدمين دي عجباكي اتي حطيتي راسنا في الطين بهروبك ويا ريتك مدت يا شيخة وريحتين منك هادير دموها نزلت وهي شايفة حقد اختها الكبيرة وكرهاها ليها البيت المعفن ده بالنسبة لي احسن من القصر على الاقل عايشة هنا اميرة مش زي ما كنت عايشة في القصر كل حاجة اهانة وزل وعمك اللي متحكم في كل حاجة انت عارفة انت بتكرهيني ليه يا فاطمة لاني قلت لاسماعيل بيه لأ وهربت من زلو وتحكمه فينا وفي بابا اللي بيسمع له كل كلمة بيقولها لمجرد ان انا بنات مش رجالة لكن انت ما قدرتش تقف يقدام واسكتيله لدرجة انه بقى يتحكم فيك ورغم اني خفت عليك وعلى مشاعرك برضو بتكرهيني ونفسك اموت انا سبتلك القصر وسبتلك كل حاجة انت وجوزك فياريت بقى تبعادي عني واتسبينا رب بنتي بقى في حالي فاطمة بس اطلع بحقد لان هادير فعلا عندها حق هي ما قدرتش تقف لعمها اللي فضل يتحكم فيها لكن اختها هربت هربت واختارت حياة سعيدة بعيدة عنهم لما عرفت انها عيشة في بيت صغير وقديم كانت حاسة بالسعادة انها اختارت غلط لما قررت تهرب لكن لما شافت سعادتها دي حاسة بالحقد وهي رغم انها عيشة في الصرايا لكن رغم كده مش سعيدة علشان كده حبت تقهر اختها واتكلمت بكره بنتك دي هتعيش خدامة يا هادير الكل هيدوس عليها بالجازمة بسببك وبكرة تشوفي وترجعي ندمانة وتبوسي يدعمك وأبوكي عشان يرضو عنك بعد الفضيحة دي هادير شالة فجر اللي كانت بتعيط وتكلمت انا نفسي افهم انت ليه بتكرهيني كده انا عملتلك ايه ده لو كنت دايما لما بتعملي مشكلة كنت انا اللي بتحمل نتيجتها كنت بقف لأي حد عاوز يزعالك حتى لما هربتك انا علشان خايفة على مشاعرك يا شيخ لاني عارفة ومتأكد ان لو كان اي حد تقدملي غير عبد الحميد كنت هوافق عليه لكن طليقك لا كان ممكن ابعد عن عثمان وحاول انساه لكن انت بليب تكرهيني كده يا فاطمة علشان طول عمري كنتي الاحسن لماما وبابا حتى لما كنت بتاخدي الضرب بدالي كنت تباني ملك قدامهم حتى عبد الحميد حبك انت ودلوقتي انت مبسوطة مع جوزك رغم الفقر ده ادتي ليه دايما نعيش احسن مني انا بكرهك يا هدير وعمري ما هسامحك على اني كنت مكروهة منهم بسببك لا بقى دتي مشاكلك مع جوزك عامتك خالص لدرجة انها جنيناتك اتعامتي عن كل حاجة فعلا انا ماشي يا هدير بس سدقيني عمري ما هسامحك فاطمة ثابتها ومشيت وهدير حضانة فجر بخوف وحاولت تهديها وهي بتعيط بس يا حبيبتي بس بس ما تخفيش دي خلطه بس هي كده هي طيبة بس قصبية شوية ما تخفيش هي مش وحشة وبعدين شوية كده وتهدى قالت جملتها وفعلا فجر سكت وهدير قاعدت تلعب مع بنتها بحنان باك للوقت الحالي فاطمة ثقت من شرودها وهي شايفها عبد الحميد قاعد جنبها مالك يا فاطمة صرحانة في ايه فاطمة بصت له ببرود لسه فاكر هدير يا عبد الحميد عبد الحميد سكت وبص قدامه يبقى لسه بتحبها حتى بابا وماما كانوا بيحبوها بس شفت الدنيا عملت ايه وهي فين دلوقتي ماتت وجوزها مرمي في السجن وبنتها انا اللي ربتها وزي ما قلت لها هعيشها خدامة لكن هي وقتها ما صدقتنيش كفاية بقى يا فاطمة كفاية حك ده وغير يا شيخة ده دي اختك حرام عليكي وبعدين دعيلها بالرحمة دي حتى بعد ما ماتت لسه بتغيري منها وكرهاها مبسوطة اوي انك عملت اللي قلت لها عليه وعيشت بنتها في مرار ولا كأنها خدامة عندك طول عمرك بتطلع غيرتك من هدير في فجر رغم ان هدير وفجر ما عملوا لكيش حاجة وحشة هدير كانت دايما تخاف عليكي وخافت على مشاعرك ورفضت تتجوزني رغم اني اعترفتلها اني بحبها لكن صدتني وانا احترمت ده بس منهم لله اهلنا اللي كانوا مصرين على جوازنا وهفي الاخر هربت وطفشت علشان بتحبك وهي اللي خدت كل الكلام اللي وحش من اهل البلد والكل بقى يجيب سيرتها بالباطل ما يعرفوش انها كانت خايفة عليكي وحتى انت كنت يأول واحدة شمتانة في حياتها وبقيت تزلي في بنتها ولا ما كانش لها اي ايد في اي حاجة من اللي حصلت روح يا فاطمة مش هقولك ربنا اهديك عشان انت خلاص دماغك راحت منك خالص وتسلطت عليكي وبعدين انت ما اتعصتش من موت شاهد بنتك ولا ايه ايه عايزة يحصل ايه تاني عشان تفهم ان الدنيا دي مش دايما روح يا شيخة روح يا حرام عليكي وانا كمان انا كمان هاخد جزائي حق ما سمعت كلام ابويا واسكدتلي واسكدتلك على ظلمك وبهدلتك للبيت الصغيرة وكانت حجتك انك ام مش عايزة قال ايه اقيرا هيطلع فالد زي امها مع انك عارفة ان ما كانش فيه حد في ادب وطيبة هدير حتى التعليم يا مفترية ما خلتهاش تتعلم ولا كنت بتخرجيها وسبت ابنك الناطع ينهش فيها بعيونه طول الوقت وعشمتيه انك هتجوزها له عشان تضمن انها هتفضل تحت ييدك وهو طلع حيوان زيك وكان عايز يكمل عليها وياخدها بالغصب انت كنت بتطلع عقدك على عييلة يتيمة وربنا هو اللي هيردلها حقها قال كلامه بانفعال لانه فاض بيه من افعالهم علشان كده سابها وخرج من الاوضة في فيلا الانصاري فجر كانت قاعدة في الجنينة هي وعمة عاصم اللي كانت بتتفرج على فزاتين الزفاف بانبهار وهي بتختار فستان لفجر باهيرة قالت بسعادة هي رأيك ده هيبقى يجنن عليك فجر بصت للفستان وابتسمت بس ده مافتوح قوي من الظهر مش هقدر ألبس حاجة زي دي وكمان عاصم مش هيوافق شوفي ده هي رأيك فيه عجبني باهيرة بصت للفستان وابتسمت باعجاب رأيه قوي يا فجر وهيبقى عليك جميل فجر ابتسمت برقة وهي بتتفرج على فزاتين الفرح ومش بيصدقها اللي بيحصل وخصوصا ان عاصم بلغها من كام يوم وبلغ كل اللي في القصر انه حدد معاد فرحه رغم شعورها بالسعادة لكن كانت خايفة ومرعوبة يحصل اي حاجة تبوز فرحتها فقت من تفكيرها على صوت عاصم وهو داخل مساء الخير مساء النور اه تأخرت قوي النهاردة يا عاصم الساعة دخل على 12 يا ابني عاصم بجدية بص الفجر وقال يا دوب خلصت اللي وراي عمته بس اتولم صحيكم لحد دلوقتي مفيش كنت قاعدة انا وفجر بنتفرج على فزاتين الفرح طب متفرجوني معاكم باهي رديت له ألبوم الصور وهو بيتفرج على الصور معاهم وهو مش مهتم وده دايق فجر وأحبطها شوية اتكلم وقيل بس كلهم شكلهم معاديين قوي مفيش حاجة يعني مميزة فيهم ازاي بقى فيه أكتر من فستان جميل قوي يا عاصم عاصم ابتسم بخبص وقال لها بمروغة أنا مش شايف كده حاسس ان شكلك مش هيبقى لايق في أي فستان من دول فجر بصت له بدهشة لكن اتكلمت بثقة وغرور مين قالك كده أنا لو لبست خيش هيحلو عشان أنا اللي لابسها يا حبيبي عاصم ضحك بسعادة وهو شايف اسلوبها الجديد معاه اللي عجبه لا إن كان كده أنا بقدرش هتكلم جيجي خرجت وهي سمع صوت حكته وده خلى فجر تحس بالغيرة والديق منها وهي مش فهمة ازاي هي بالبجاحة دي عشان تفضل موجودة في القصر حتى بعض معاصم قال إنه بيجهز للفرح